محند أرزقي عرابي ابن منطقة واجنون بولاية تيزيوزو واحد من الذين عقدوا العزم أن تحيى الجزائر مع طوب حرب التحرير وعضو سابق في اتحاد حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا هو مجاهد غيب التاريخ اسمه على الرغم من أنه شارك في تنفيذ العديد من العمليات وعلى رأسها عملية استهداف حاكم الجزائر السابق جاكسوستال يوم الخامس سبتمبر عام 1958 بالعاصمة الفرنسية محند أبركان كما يدعى بالتسمية الحربية كان من بين قادة فرق الصدمة بباريس والتقى بالعديد من قادة الثورة وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بلعيد عبد السلام وعبد الحافظ بصوف ابن منطقة وقنون قدم عينيه فداء للوطن وهو في الثالثة والعشرين من عمره وهو اليوم بين المنادين باعتراف فرنسا بالجرائم والظلم الذي ارتكبته في حق الشعب الجزائري اليوم وبفضل تضحية هؤلاء الأبطال أبناء الجزائر يحتفلون بالذكر الواحدة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المباركة